في المغرب أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على انطلاق خدمات اثنتين وثلاثين مؤسسة صحية في جهة سوس ماسا ووضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف بحضور كل من وزير الصحة والحميل الاجتماعية ووالي جهة سوس ماسا عامل عملت أقادير إدوتنان ورئيس جهة أو مجلس جهة سوس ماسا والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأقادير على ابتتاح مركزين لصحة الشباب تالبرجت وتدارت ومركز آخر للترويد والتأهيل الصحي وأعطى الانطلاقة لدخول تسعة وعشرين مركزا صحيا الخدمة بعد إتمام عملية إعادة تأهيل وتجهيز ويهدف مركزا صحة الشباب تالبرجت وتدارت حسب المصدر ذاته إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين عشر واربعين وعشرين سنة وتقديم خدمات طبية وتمريضية تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة على غرار طب العيون والطب النفسي وطب الأسنان وطب الأمراض الجلدية وغيرها هذا برنامج تقريب الصحة بالأطباء والممريدين لكي يكون اللقاء الأولي مع المواطنين وهذا شيء جد إيجابي وأقدير اليوم تقريبا وصلت إلى 100 من هذه المراكز الصحة أقدير الجهة كلها 100 من هذه المراكز الصحة التي تقدم خدمة للمواطنين بهذا النهج الجديد ثانيا هذه المناسبة أنه كتشوفوا نحن في حديقة عمومية لتعملات في إطار البنامج يعني الوش الملكي اللي هي فيها القرب من الساكنة قرب من المدارس من فتاح العالم الخارجي وهذا شيء يخلي أنه مدينة أقدير اليوم عندها واحدة الجاذبية اللي هي كبيرة فهذا الميدان لا التعمير ولا يعني المساحات الخضراء وكتعافوا بأنه يوم البارحة أقديرت سلمات الجائزة ديال شانغاي الاستدامة مع واحد العدد ديال بمدن القبرى بحل ميلبون وهذا شيء كله داخل يعني في واحد السياسة ديال المستدام لأنك تعافوا بأنه أغلبية ديال أقدير ديال هاد لجردان بيبليك كلهم بالمياه يعني اللي هي معالجة وهذا شيء جد إيجابي كذلك اليوم مع السيد الولي ومع السيد الرئيس الجهاو ردي تفتح واحد طريق ديال مداري سريع اللي هو كبير اللي غدي ربط الميناء ردي ربط الميناء في الأخير ديال هاد لجرد مع المطار ديال هاد لجرد